المعدة بتنقسم الأربع أجزاء وهم الفاندس والكارديا والبادي والبيلورس الفاندس وهو أعلى جزء موجود في المعدة والكارديا هو الجزء المتصل باليسوفيجس اللي هو المريء والبادي هو أكبر جزء من أجزاء المعدة والبيلورس هو الجزء السفلي والأخير والمتصل بالديودنم اللي هو الاثنى عشر الطعام بينتقل من المريء اللي هو الإسوفيجس إلى الاستومك من خلال فتحة أو عضلة بيطلق عليها اسمه كاردياكسفينكتر وبعد كده بينتقل الطعام من المعدة إلى الاثنى عشر من خلال عضلة اسمها بايلوريكسفينكتر وعلى عكس الأعضاء الموجودة في القناة الهضمية واللي بتحتوي على طبقتين من العضلات المعدة بتحتوي على ثلاث طبقات وهم اللينغوتيدينل والسيركولر والأوبليك بيط أعضاء القناة الهضمية بتحتوي على لينغوتيدينل والسيركولر إنما المعدة بنضيف عليهم الطبقة الثالثة وهي الأوبليك لير واللي بتساعد في هضم وتكسير الطعام ترجمة نانسي قنقر